وَبَدَأَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ ثَنَّى بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا مهم في الدعاء جاء في الحديث حديث فضالها بن عبيد رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويدعو في صلاته ولم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا قال عجل هذا ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم وأراد أن يدعو الله عز وجل فليمجد الله فليبدأ بتمجيد الله ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليسأل بعد من الدعاء ما شاء لكن لا يستعجل لا يستعجل قبل أن يبدأ بحاجته وسؤاله يقدم بين يدي الدعاء تمجيد لله والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يفيدنا فائدتين تتعلق بما سبق أن الدعاء الذي بعد الأذان مباشرة والذي قبل السلام هذا دعاء عظيم جدا لأن الذي بعد الأذان أنت أخذت تعظم الله 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 أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هذا كله تعظيم لله في تردادك مع المؤدن ثم لما ختم صليت على النبي عليه الصلاة والسلام فاجتمع لك التعظيم والتمجيد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سنتعطه كما قال عليه الصلاة والسلام والذي أيضا في الصلاة اجتمع لك في صلاتك التعظيم والثناء والتمجيد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء فإذا من آداب الدعاء أن يقدم بين يدي دعائه ثناء وحمدا وتمجيدا لله وصلاة وسلاما على نبيه ومصطفى صلوات الله وسلامه عليه ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار التوبة والاستغفار والتوبة أي من الذنوب لأن الذنوب مثل ما قال بعض السلف كيف ترجو الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي وشاهدوا هذا الحديث عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطير السفر أشعة أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب هذه أربعة أشياء كلها من أسباب إيش إجابة الدعاء من أسباب إجابة الدعاء قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذية بالحرام فأنه يستجاب لذلك كيف يستجاب له وهو وضع هذه السدود والموانع من إجابة دعاء ولهذا الأبد يتوب إلى الله ويستغفر من ذنبه ويصطق مع الله في التوبة أبوء بذنبي في دعاء الاستغفار اعترف بذنبي وأقر ثم جاء بعده فاغفر لي فالاعترام بالذنب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسر فيقدم بين يدي دعائه استغفارا وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى